وللنقاش في هذا الموضوع في آخر التطورات الجارية والمتعلقة بالتظاهرات في بغداد والمحافظات معنا في الأستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب مرحبا بك معنا دكتور فالح مرحبا بكم أهلا وسهلا دكتور دعني أبدأ بالخطاب الذي سبق هذه التظاهرات تجدد التظاهرات في بغداد مرة أخرى والمحافظات خطاب عادل عبد المهدي والذي تلخص في جملة إما نحن أو الفوضى إما بقاء الحكومة أو الفوضى وبعد ذلك يتوقع المراقبون أن تذهب الحكومة إلى مزيد من العنف مع المتظاهرين وهذا ما حصل الآن كيف تلخص ذلك الحكومة يعني تعاملت قبل حدوث المظاهرات بهذه الطريقة بالتهديد والوعيد بسم الله الرحمن الرحيم خطاب عادل عبد المهدي كما هو تقرير المتعلق بنتائج الاعتداءات على المتظاهرين أو المنتفضين جاء لي أصبت زيت على النار كما قلنا سابقا عادل عبد المهدي يريد عابثا عبثا وعابثا أيضا في نفس الوقت يريد أن يثبت للناس أن هناك حكومة وهناك دولة وهناك نظام وإلا هناك الفوضى الفوضى هي ما يصنع أزلامه من ميليشيات ومن مجموعات مسلحة لا أحد يمتلك أن يوقفها أدحدها وإلا ما معنى هذا الدم الذي يبسل هذا الدماء يعني هذا النظام الذي ولغ في دماء العراقيين في الانتفاضة عندما بدأت في أول تشرين كان يمكن له أن يتوقف توقفت الانتفاضة لأيام كان يمكن له أن يتوقف ليراجح حساباته لو كان هناك دولة لو كان هناك فعلا دولة ونظام حقيقي هناك نظام ومحاسبة ووزراء لكان أمكن أن نقول أن هناك دولة لكن الفوضى هي الحاكمة وهي التي تحكم تصرفات هؤلاء هؤلاء مجموعة من المرتزقة والميليشيات الذين لا يملكون أي رابط أو أي إحساس يربطهم بالعراق وبالعراقيين نعم والدليل دكتور ربما هو حصيلة الشهداء حتى الآن والجرحى هناك مئات الجرحى عشرات الشهداء وصل إلى خمسين شهيد تقريبا هذا العنف المفرط الذي تستخدمه القوات الحكومية والميليشيات إلى ماذا يدلل؟ هل يقولون للشعب العراقي إذا خرجت إلى الساحات فليس أمامك إلا الموت والنار؟ بالتأكيد هذه هي رسالة وحيدة ونحن قلنا في مناسبة سابقة حتى التقرير الذي صدر عن ما يسمى الهجدة التحقيقية هي أرادت إيصار رسالة قبل يوم خمسة وعشرين أنه إذا خرجتم سوف لن تجدوا منا إلا هذا الرصاص وهم بالحقيقة لا يملكون إلا هذا الرصاص هذا القمع، هذا الإجرام لا يملكون، لا يستطيعون تقديم عدل ولا يستطيعون تقديم خير للعراقيين لا يستطيعون تقديم وطن للعراقيين فقدوا كل معنى شريف وبالتالي لا يملكون إلا هذه الآلة الجهنمية التي يطلقون فيها النار ليس على مواطنيهم إنما على مواطني دولة أخرى لأنهم لا ينتمون للعراق ولو انتموا للعراق لعلموا أن هؤلاء الشباب الذين في الشوارع هم عراقيون يبحثون عن حقوقهم دكتور هناك يعني عاجل يأتي الآن وهو يتعلق بهذه المظاهرات من أن متظاهرين في كربلا يحاصرون قناص إيرانيين هناك وهذا يدلل مرة جديدة على العبث الإيراني في العراق وعلى ما يقوم به ضد المتظاهرين وضد الشعب العراقي بالصفة العام يعني اسمح لي دعني أتوقف القنصرية الإيرانية وليس القناصة نعم دعني أتوقف قليلا يعني إشارتك إلى العبث الإيراني معلوم الناس كلها تهتف إيران بره بره هذا الكلام أصبح معلوما جدا لكني دعني أقفعد مسألة ربما هي أكثر أهمية أين مكان الحدث؟ كربلاء كربلاء نعم كربلاء كربلاء هذه التي يتشدقون بها والتي يقولون دائما مسيراتنا ومظاهراتنا وهتافاتنا وشعارنا وعقيدتنا ومبدأنا كربلاء والنجف هي الثائرة الآن ومنع التجول فيها وصور خامنائي وخميني والنظام الإيراني تحترق هناك هنا الدلالة ما دلال ذلك في الحقيقة؟ أولا نحن نتحدث عن قطاعات مهمة وكبيرة من الشعب العراقي قطاع الشباب قطاع المرأة الآن في تجدد التظاهرات خرجت المرأة العراقية ترفض ما يحصل والآن في هذا المكان جغرافيا وفي هذا الزمان بالتحديد هناك رفض في أكثر من منطقة من العالم وخاصة في العراق للنفوذ الإيراني ماذا يعني ذلك؟ أخي الكريم الوضع الآن في العراق من ناحية الاستراتيجية يعني الأمور انتهت كان قبل إلى حد قبل السنوات كانت إيران تتكلم كلاما في الكذب في الكذب ووقعها في الكذب وتقول نحن هناك بمعية عملائنا هذه النظم لكي نخدم طائفة من الشعب العراقي هم يقولون ذلك الآن انتهى هذا الموضوع الموضوع الآن هم يعني الشعب العراقي كفر بالاحتلال الأمريكي والإيراني وكفر بهذا النظام ولم يعد هناك خطوات للوراء من الآن فصاعدا حكومة عبد المهدي وأي حكومة أخرى ستأتي بعدها سوف لن تجد من الشعب العراقي إلا الصد وإلا المعادات وإلا الحرب هناك حرب الآن تقع بين هذا النظام وما يمثل من قوى الاحتلال الأمريكي والإيراني وبين كل الشعب العراقي بكل فئاته بكل مذهبه بكل طوافه لم يعد هناك في الشارع كما ترى إلا العالم العراقي وهل نستطيع أن نقول بأن الأمور وصلت إلى نقطة اللا عودة الآن؟ اللا عودة وقلنا سابقا اللا عودة ونحن نسير في شارع اتجاه واحد اتجاه واحد ليس هناك إلا مخارج لمن يريد أن يخرج يخرج ولكن من يكمل يكمل لا عودة للوراء أبدا هذا الطريق باتجاه واحد الاتجاه الواحد هو تحرير العراق من رجل الاحتلالين الأمريكي والإيراني ومن أزلام هذا الاحتلال هؤلاء الذين جاءوا كما قال أحد نواب ويعرفهم جيدا جاءت بهم أمريكا من الحانات والبارات والخمارات ومن الشوارع لندن وبيروت وإيران وغيرها وأتت بهم لكي يحكموا هذا الشعب النبيل الكبير نعم متى يمكن أن توقع دكتور التحرك عالمي بهذا الاتجاه وخاصة أن الأمم المتحدة الآن تقول أنه لا يمكن التسامح مع هذه الكيانات المسلحة التي تهدد استقرار العراق وتطال حياة العراقين بهذا الشكل يعني للأسف الأمم المتحدة كما نعلم ودون أن نجرح أو نهاجم ولكن الأمم المتحدة نعرف قدراتها وإمكانياتها المحدودة وأنها من يتحكم في الأمم المتحدة للأسف عندما نتحدث عن مجتمع دولي نتحدث غالبا في الغالب عن الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية الآن قلقة مثل ما قلقة إيران على الوضع على هذا النظام البغيض الذي أقامته بعد الاحتلال أمريكا شريكة متواطئة فيما يجري للعراقيين من عسف ومن إجرام ومن دماء وبالتالي هذه البيانات الخجولة لا يجوز استمرار من يفرض في العراق لا توجد دولة حتى يمكن مخاطبتها أو حتى يمكن أن نقول أنها تؤثر عليها كل الأطراف متواطئة للأسف وكلها تريد تخاف بالحقيقة من الشعب العراقي أن يثور وأن ينتفض وأن يحقق في انتفاضته عودة كبيرة للعراق العظيم هذا دكتور ما يحدث الآن وما حدث قبل ذلك من الانتفاضات يعطي علامات استفهام كبيرة على الجميع في العراق على الأحزاب على النواب على كل ما يتعلق في القيادة العراقية هل بالفعل هناك أمل بأن تخرج أصوات حرة ونزيها لإنصاف الشعب العراقي؟ الشعب العراقي يجب أن يعول على نفسه يعني يعتمد على نفسه أولا وأخيرا بعد الله لأنه لا يمكن أبدا أن نتوقع لنكن واضحين لنكن واقعيين الدول الأقليمية كثير من الدول الأقليمية لا تريد للعراق أن يقوم إسرائيل لا تريد للعراق أن يقوم إيران لا تريد للعراق أن يقوم بعض الدول العربية للأسف لا تريد للعراق أن يقوم كما قامت كما كان سابقا أما الغرب فحدثوا لا حرج أمريكا وبريطانيا وفرنسا كل هذه الدول لا تريد وبالتالي أصبح لزاما على الشعب العراقي أن يقوم وينتفض وهذه المحاولة الانتفاضية الأخيرة هذه حركة مباركة سوف تؤتي ثمارها ولو بعد حين لأنه كما قلنا سابقا القطار وضع على السكة وسوف يسير وسوف يصل المحطة الأخيرة هل تتوقع أن يبقى التعامل الأمني مع المتظاهرين بهذه القصوة وهذه الشدة؟ جدا لأنه لا يملكون غير هذا لكن المتظاهرون دكتور عزل لا يملكون شيء سوى أصواتهم والأعلم العراقية التي يرفعونها هل هذا معقول يعني؟ هذا ليس معقول هذا ليس معقول هذا ليس معقول إلا في العراق وإلا في الأراضي الفلسطينية عندما يوجه الرصاص إلى الناس وتكسر الأياد والكذا والعالم يتفرج ماذا فعل العالم؟ لكن نقول هذه الدماء لن تذهب سدى الشعب العراقي عندما يجتمع كله مشكلة ناخي في العراق كانت أنه كان هناك فريق يقوم وفريق ينظر الآن الكل مكتوي من هذا الظلم الكل الآن متوحد هذه الدماء لن تضيع والقمع لن يستطيع أن يستمر في هذه المحاولات مهما بلغت مهما بلغ مستوى القتل لن يوقف شعب عن تحدي والشعب العراقي شعب عنيد شعب صلب شعب إذا أراد وعزم يحقق ما يريد نعم خاصة أن المتظاهرين أكدوا أن تظاهراتهم ستتحول إلى اعتصامات مفتوحة اعتصامات مفتوحة وربما تطور الأمور إلى أشياء كثيرة نحن نؤكد على الجانب السلمي الجانب السلمي سيحقق ما لا يحقق أي عنف وبالتالي الاعتصامات هي الطريق لاعتصامات العصيان المدني كل هذه محاولات سوف تنفع لأنه تبقى البندقية عاجزة عن كسر إرادة من يقف أمامها الدكتور مسألة أن تخرج المظاهرات بهذا الزخم مرة أخرى بعد انقطاع طويل في الحقيقة نسبيا بماذا يمكن أن نفسرها؟ هل لا تزال أسباب التظاهر وأسباب الغضب موجودة لدى العراقيين بهذه القوة؟ الحقيقة هناك أكثر من سبب لكن الأسباب التي دعت العراقيين لكي يخرجوا في بداية التشرين لا تزال قائمة لم يتغير شيء لكن أضيف لها عنصر آخر مهم إضافة للظلم هناك الدم الذي أريق هناك مدى الإجرام الذي أبانت عنه هذه الطغمة الحاكمة في بغداد هذا كله يعني أبانا للعراقيين أنه لا خيار أمامكم إلا المضي فيما أنتم فيه وإلا أي عودة أخرى ستمكن هؤلاء الأغاد من ارتكاب المزيد من الجرائم والمزيد من الولوغ في دم العراقيين أشكرك جزيلا دكتور فارح الخطاب الكاثب والبحث السياسي كنت معنا في هذا الموضوع شكرا لك